وينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الأمني سعيد الجياشي سيد سعيد أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم نبدأ من مسألة القوات المشاركة في عملية تحرير الحويجة لماذا هذه التقارير أن البيشمرقة لن تشارك بهذه العمليات هل هناك فعلا برود في التنسيق بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمرقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل الأنظار والإجراءات والاستعدادات تجري على قدم وساق لإكمال ما تبقى من المناطق التي يؤشر فيها تواجد داعش في شمال صلاح الدين وفي الحويجة وفي غرب الأنبار عادة اعتمدت قيادة العمليات المشتركة على آلية واضحة بإجراء تنسيق عالي مع جميع الأطراف ومع جميع القوات العراقية المشتركة في المكلفة في تحرير أي منطقة من هذه المناطق التنسيق مع البيشمرقة أعتقد تنسيق عالي وهناك مقر في أربيل مركز تنسيق مشترك من وزارة الدفاع العراقية يتواجد بضباط من وزارة الدفاع ومن البيشمرقة ومن الأجزاء المنية الأخرى يجري تنسيق حتى بسواء مشاركة وعدم مشاركة هناك تنسيق حركة الطيران حركة طيران الجيش حركة خطوط الإمداد تقديم الإسناد الذي يستخدم به أرض وإدواء القليل سيساعد حديثنا على العمليات الحويجة تخديدا هل ستشارك وحدات من قوات البيشمرقة في تحرير الحويجة في محافظة كركوف أعتقد عمليات الحويجة سيكون تنسيق عالي مع البيشمرقة سواء بالمشاركة أو بيعطيها أدوار لخطوط صد أو لفتح ممرات وهي جزء من العمليات نعم طيب بخصوص هروب يعني عناصر من التنظيم داعي سواء كان إلى حمرين أو مخمور البعض منهم يعني هرب إلى إقليم كردستان هل تجري مشاورات بين بغداد وأربيل لتسليم هؤلاء إلى السلطات الاتحادية لإجراء التحقيقات معهم أخذ بعض المعلومات المفيدة منهم أعتقد المعلومات اللي واردة من الحويجة نعم هناك عملية انكسار نفسي كبير يعاني منها التنظيم وعناصره بعضهم تسلل أو بدأ يتجه باتجاه تلال حمرين أو باتجاه مناطق محيطة بالحويجة للارتباك للفوضى الذي يعيشها أو تعيشها هذه العناصر الرهبية في المدينة وجود التسرب من عدمه وجود اتجاهات معينة يجري تنسيق دقيق بين الأجهزة الاستخبارية المعنية بهذا الأمر مع جهات مع إقليم كردستان ولحد الآن حقيقة العمل ما زال في مراحل استحضارات وجمع المعلومات الكاملة التي تؤمن أهداف واضح للعمليات التي ستنطلق حسب معلوماتك الذين يتسللون ويهربون إلى الإقليم هل تجري عملية احتجازهم ثم تسليمهم إلى بغداد أم أنه عملية احتجازهم ثم ترحيلهم إلى البلدان التي ينتمون إليها أعتقد أن هناك نقطة أساسية بها هناك من يتسلل مع النازحين ويتم اكتشافه إذا تم اكتشافه يتم حجزة حقيقة بشكل مباشر سواء من القوات الأمنية التي هي للمركز إلى بغداد أو ضمن قوات البيش مرقة لا يمكن التعامل مع أي إرهابي موجود قاعدة بياناته لدى الأجهزة الاستخبارية يقدم له تسهيل أو سفر خارج العراق هذا غير ممكن سواء من الإقليم أو من المركز إذا ما تم هذا من أي جهة من الجهات يعتبر خرقا للقانون وتجاوزا حقيقة واضح وكبير لمحاسبة هؤلاء الإرهابيين العمل يجري بالسياقات الرسمية بهذا الشكل يحدث شيء آخر على الأرض حقيقة ما زالت الأمور المعلومات الواردة أو الأنباء التي تظهر بين الحين والآخر يجري متابعتها بشكل دقيق وهي محط اهتمام عالي أكرر محط اهتمام عالي للوقوف على الحقائق حتى يتم اتخاذ إجراءات طوية نعم سيد سعيد بخصوص الموصل هل هناك تعرضات للقوات المسلحة العراقية على يد تنظيم داعش يعني خلية الإعلام الحربي أعلنت مثلا عن مقتل 55 عنصر من داعش في ناحية العياضية فقط خلال 24 ساعة الماضية ماذا يجري بالضبط هل ما زالت هناك جيوب لداعش في بعض مناطق الموصل عادة يعني إجراء العمليات العسكرية عندما تتم عملية التحرير عسكريا تتبعها أو تعقبها مباشرة عمليات تطهير وتعقب وتفتيش دقيق لننتقل إلى مرحلة المسك عادة تجد القوات العراقية في عملية التطهير والتعقب بقايا لتنظيم من هم من هرب من هم من اختبأ من هم من حاول أن يجد له ملاذا آمنا لإلى أن تستقر الأمور ويخرج تعثر عليه القوات العراقية بعض الأحيان تلقي القبض بشكل مباشر وبعض الأحيان يحصل اشتباك في العياضية الآن الفرق الخامسة عشر جيش عراقي تقوم بعملية تفتيش دقيقة وتطهيره مستمرة بالمناسبة عثرت على عدد من الإرهابيين بعضهم فتح النار على القوات العراقية تم معالجة الأمر تم قتل خمسة وخمسين منهم تم القبض على عدد آخر ومستمرة باتجاه مناطق تقع بين العياضية وخط صد البيش مرقة والعملية التفتيش مستمرة وهو إجراء طبيعي يتبع كل عملية عسكرية سواء في الموصل أو أي منطقة أخرى الآن وضع نينو ونستطيع أن نقول هو اقترب بشكل كبير من وضع المسك والسيطرة وانهاء العمليات التعقب وانهاء عمليات التطهير التي تجري في الجزء الأخير من هذه المحافظة في العياضية وتحديدا شمال العياضية من بغداد الخبير الأمني سعيد الجياشي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة